مهامة الفريق وتم تنفيذ المرحلة الثانية أي الحالية بمشاركة 12 مشاركا في عملية الصعود التي تسترغ من 6 إلى 7 ساعات في اليوم حتى تمكن من الوصول إلى ارتفاع 8840 مترا بكل احترافية وجدارة وقد أقام أعضاء الفريق بعد من الأعمال الإنسانية والخيرية التي تمثلت في توزيع مواد غذائية على السكان المحليين في منطقة المخيم والتي كان لها الأثر الطيب لدى حكام الإدارات المحلية وحصلت على إشادة كبيرة من المواطنين في باقي المناطق وقامت حكومة جمهورية النيبال الصديقة باستقبال الفريق البحريني بكل حفاوة وتقدير وذلك لما تتمتع به العلاقات المشتركة بين البلدين من تميز وتطور وأعربت عن تقديرها للأعمال الإنسانية التي قدمها الفريق أثناء تواجده على الأراضي النيبالية كما قامت بإطلاق تسمية قمة البحرين الملكية على إحدى القمم العالمية في منطقة جبال وادي منسلو على الأراضي النيبالية